السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم محمد احمد ودي قناة فكرس واخيرا انا جبت اليكسا ايكو دوت وعلى طول وبدون اي مقدمات نفتح الكرتونة بالشكل ده نلاقي على طول الايكو دوت اللي معنا شكلها رائع طبعا وفي يكون منها لونين في منها لون ابيض وفي منها اللون الاسود هنا بيكون فتحة الايو اكس وكمان المدخل البور بتاعنا بيكون 12V بالادابتور اللي موجود معه في الكرتونة وهنا فيه اربع مفاتيح واحد عشان تقفل المايك واحد بيعلي الصوت والتاني بيوطي الصوت طبعا هو واحد للأكشن عشان بتنديش عليها بأليكسا لو انت جنبها طبعا هنا بيوضح كل حاجة بالتفصيل في الصورة انطلع الادابتور علشان نشوفه مع بعض اول محول اللي معنا وهو عبارة عن محول بيحول الطيار من 220 فولت من 100 لغاية 240 فولت بيحول الطيار بيحول الطيار 12 فولت واحد وربع امبير هنوصل الكهرباء لأليكسا بكل بساطة تركيبها سهل جدا وبعد ذلك نوصل الادابتور في مصدر الكهرباء بتشتغل معنا باللون الازرق وبعد ذلك بتجيب لنا اللون الاسفر او اللون البرتقالي بعد ذلك بتفتح تطبيق على الموبايل وطبعا مش هتلاقي موجود في المتجر هنسيب لكم اللينك الخاص بتحميل تطبيق الالكسا على الاندوريد هنسيب لكم اسفل الفيديو تفتح تطبيق الالكسا بالشكل ده ونروح على دفايزس طبعا بتظهر لك في شبكة وليفاي شبكة اسمها امازون ممكن تتصل معنا بعد ذلك بتروح على اد وطول اد ديفيس وبتختار امازون ايكو وبعد ذلك تختار ايكو دوت المنتج اللي موجود معنا بعد ذلك بتختار الشكل اللي موجود معك هنا هو بيسألك اللون البرتقالي اللي بيلف حوالي نفسه اللون البرتقال اللي موجود في الامازون في الايكو دوت شغال ولا لا هنقول له يس بعد ذلك هو بيطلب منك انك تفتح البلوتوس وهو البلوتوس بيكون اسهل في الاعدادات علشان يقدر يربط مع الواي فاي هنفتح البلوتوس وهو من نفسه هيبدأ يعمل بحث على اجهزة اللي موجودة هجيب الايكو دوت هتضغط عليها دغطها هنفتح البلوتوس بحث على اجهزة اللي موجودة حواليها وطبعا هتختار شبكة اللي خاصة بك وبعد ذلك هتدخل الباسورد بتاع شبكة اللي فاي بتاعتك علشان الايكو دوت تعمل اتصال وبعد ذلك طبعا ونتظر تقريبا دقيقة لحد ما الايكو تحفظ عددات الشبكة وتعمل اتصال بشبكة واي فاي الخاصة بك وبتظهر لك رسالة على الموبايل بتوضح ان الاعدادات تم حفظها بنجاح وبعدها الايكو بتقولك انها جاهزة للتشغيل بعد كده بيسألك لو تحب تضيف الايكو دوت في اي جروبس او في اي مجموعة من المجموعات اللي انت دفتها عندك في برنامج اليكسا انا هعمل له النقطة دي هعمل له اسكيب طبعا لو تحب تضيفها في اي جروب براحتك بعد كده بيعرض عليك فيديو بيوضح لك بعض استخدامات الايكو او ايه الفايدة اللي هتعود علينا من استخدام الايكو دوت بعد كده نقدر نقفل تطبيق الموبايل ونبدأ في استخدام الايكو اللي معنا الاكسر واطي ازا كامتال او في اي جوت الاكسر وطبعا تقدر تتحكم في مستوى الصد براحتك وانا فوجئت بصدها النقي جدا والرائع اللي ما كنش متخيل ان الصدت هيكون بالالوه ده وبالنقاة ده الاكسر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا تقدر تضيف السكيلز اللي انت عايزها من هنا من سكيلز اندي جيم وبعد كده بتضيف السكيلز اللي انت عايزها زي مثلا ممكن نبحس عن برنامج المؤزم مثلا هنلاقي برنامج المؤزم ممكن تبحس انت مسلا عايز زيت راديو معينة ممكن تبحس عنها ممكن تلاقي زيت راديو معينة انا ممكن تستخدمها كنبس ري ممكن تستخدمها كمنبه ممكن تستخدمها كصاحب زي انا كده مستخدمها كصاحب معي في الغرفة وطبعا كل ده بالاضافة لاننا نقدر نتحكم من خلالالleco.to Very nice في Sysystem Smart Home الخاص بينا نقدر نضيف اي سيستم سمرت هووم بتاعنا سواء بбоما بالطريقة اللي انا وضحناه قبل كده ونتحكم فيها من خلال الـ Ethernet زي مواضح امامكم esta node MSU كنا وضحنا قبل كده ازاي نقدر نبرمج الνοد MSU مع علキسا وايزاي نقدر نتحكم فيه من خلال الموبايل عن طريق الاوامر السوتية النهاردة هنجرب كمان مع الإيكو دوت وطبعا في حالة التحكم باستخدام الإيكو دوت طبعا بتظهر حالة المفاتيح على أبليكيشن الموبايل وكده أكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب أكون وفقت في تقديم المعلومات ما تنسونيش من صالح دعواتكم انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم هنوضح إزاي تقدر تربط منتج بي سمارت مع أليكسا إيكو دوت وطبعا هسيب لكم أسفل الفيديو رابط الدرس اللي وضحنا فيه إزاي تقدر تبرمج النود إمي سيو عشان تقدر تتحكم فيها من خلال الموبايل عن طريق برنامج أليكسا عن طريق الأوامر الصوتية وطبعا هسيب لكم المكتبات وكمان برنامج أليكسا عشان تقدر تحملوا برنامج عندكم على الموبايل عشان تقدر تخوض تجربة التحكم في الأجهزة من خلال تطبيق أليكسا والأوامر الصوتية أو من خلال الإيكو دوت لو كانت متوفرة عندك وكالعادة تذكير الخير إيه عملت طيب اليوم؟ سعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ أو حتى سمحت حدي كان في بينك وبين خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة